بس أنه فينا نحكي عن المرشح مثلا فرنجية نحن إذا جبنا الأستاذ جهاد أزعور أو الأستاذ صلاح نعين أو حيالة شخصية كلهم ممتازين على رأسنا مع عيننا أربطعش أدار أو مش على صحبه هني العلاقات اللي عنده هي إسلامية فرنجية نحن ليش برنا إسلامية فرنجية أول شي عندنا مليونين ومئة ألف نازح سوري وليبنان والعملية كلها قد ما بدك رايحة وجاية ما في مجال الفلتان ضارب اطنابوا على الحدود هي أول شي ما في عملية للضبط إذا جبنا جهاد أزعور أو صلاح نعين أو حيالة واحد ما بدنا سنتين أو ثلاثة لنصالحوا مع الإدارة السورية والنظام السوري والجمهورية السورية ويقدروا يحكي معهم ما بده يقول بس نازحين عنا نازحين عنا أهم من هذا عنا ترسيم البحر بين لبنان وصورية طب أوكي ما كنت قالوا للرئيس عنهم أنا اللي طلع على سوريا للأسل رئيس الأسل مسلفك وقف حدك اللي بكرة جبراهن بيطلع وما تطلع وبعد منا حطوا العقوبات قالوا هلأ صار في عقوبات كيف يطلع من ذلك الموضوع وما فيه عضية النازحين ما بتنحل بالواتس أب وبالفاكس وبالمساجات طب هل يضمن لأن بدي أحكي بموضوع النازحين راح أرجع لقا من بيرجع عندك قضية قضية الترسيم لحدود البحرية مش حين نعرف وين عنا حدود مع سوريا لأنه كلمرة ضرب موعد لحاله لقاله نائب جبران باسي يتلعى زود سوريا قالوا لو ما تجي عنا شغل بعد كان بعده رئيس هون بالأسر ذلك هو أو ما بعرف مين حدا من قبل رئيس هون يعني كانوا عندهم شغل أشغال وكان من بعد ما مضينا مع إسرائيل يعني 38 مرة بالاتفاق المدار رئيس هون ورئيس الحكومة السابق إسرائيلي يعني وبيرعية أمريكية في 38 مرة كلمة إسرائيل على كل حال أنا بدي أقوله بهالمجال أنه نحن اتفقنا مع إسرائيل بالبحر ومختلفين معه بالبر طلع هذا القرار يقل نعمل بدكو نيابي لبنان نحن ما عم نعرف كيف نتصرف بهالمجال بيرجع عندك قضية تستاع حزب الله طب مين بديك يحكي مع حزب الله تيرجع يعب يبسط سلطة الدولة على كامل أراضية وهذا سلاح يلتقاله حل ويلتقاله حلول مين بديك يحكي مع الحزب بس ما المقررات الدولة القمة العربية ما عطته باس لسلاح حزب الله أنه المقاومة موجودة وهي من تحارب إسرائيل وبالتالي نحن لابدنا ناخد سلاحه بس ما في اليوم في وضع الداخل اليوم سمير جعجع عم بيقول خاصة سمير جعجع لأنه هو رأس المعارضة وهو القوة المسيحية الكبيرة عم بيقوله هو بعض نواب التغييرين يعني قصم منهم عم بيقوله أنه نحن كيف بنا نكفي وفي نواب كتير يعني من إخواننا السنة عم بيقوله نحن ما فينا نكفي إذا فيه سلاح خارج هذا الوضع طب الحزب حزب ما فيه كفي هذا الوضع بده ينظم وضعه ما فيه يعني يكون فيه سلاحين على الأرض الدلالي على ذلك أنه يعني اللبناني بيمشي كما يرسم له منلاحظ أنه سوريا وقت بلشت بتقتيل تجار المخدرات وديهمهم ووصلت على ودي خالد كمان كان الجيش لبناني نفس الوقت يعني منواجه له تحية كمان لجنرال جوزيف عون كمان نفس الوقت كان القائد الجيش والجيش لبناني عم يديهمهم ويقتلون وحزب الله كان مكتف إيديه وعم يتفرج وكان يهبط لهم بيوتهم يأخذ جرافات يضل يومين ثلاثة يشغل ليهبط له بيته للواحد بعلبك إذن هذه نحن نتلقى ما يأتينا من الخارج نحن لا نبادر نحن دائما مفعول بنا لم نكن يوما فعليا بأحد خلنا نتطمن يعني